اشتركوا في القناة صحيح الكلمات المقصود بأنه وفن كتابة الكلمات بشكل صحيح وبيانسي لمنير دونتونيك خي ساتامو إذن هو طريقة كتابة بعض الكلمات منير يعني طريقة دونتونيك خي ساتامو إذن هي طريقة التي نكتب من خلالها بعض الكلمات إذن نتكلم عن طريقة كتابة الكلمات إذن هو فن كتابة الكلمات بشكل صحيح طبعا في اللغة الفرنسية هناك مجموعة كلمات تسمع بنفس الشكل لكن كتاباتها تختلف وكل كتابة لها معنى في الكلام أن هذه الكلمات تنطق بنفس الشكل فكيف لنا أن نعرف بأن المقصود بهذه الكلمة وليس الكلمة الأخرى طبعا الذي سيحدد لنا هذا هو سياق الكلام هو سياق الجملة يعني من خلال الجملة تنعرف بأن الكلمة المقصودة هي هذه وليست الأخرى مثلا عندما أقول سيمون نعمي عندما أقدم لك مثلا شخصا وأقول لك مثلا سيمون نعمي مصطفى مثلا إنه صديقي مصطفى طبعا سي سنكتبها بهذه الكتابة ولا نكتبها بالكتابات الأخرى عندنا Objective Objective المقصود بالهدف إذن ما هو هدفة الفقرة إذن هدفة الفقرة Objective C Reconnate Orthography Les homonimes Les homonimes Reconnate Che savoir Orthographie Les homonimes طبعا les homonimes المقصود بها الكلمات التي تسمع بحال بحال ولكن في الكتابة تختلف homonimes المقصود بها الكلمات التي تسمع بنفس الشكل لكنها تختلف من حيث الكتابة ومن حيث المعنى إذن Reconnate Che savoir Orthographie أن تتعلم وتعرف إذن هدوها هدفة الفقرة تعرف ماذا Orthographie أن تعرف إملاء كما قلنا بأن Orthograph وفن كتابة الكلمات بشكل صحيح بما يقابله في اللغة العربية الإملاء بما يقابله في اللغة العربية الإملاء يعني هدف الإملاء أن تكتب الكلمات بشكل صحيح إذن من ضمن أهدافة الفقرة هي Reconnate et savoir Orthographie Les homonimes Les homonimes هي تعلم ومعرفة إملاء الكلمات التي تسمع بنفس الطريقة لكن لها كتابة ومعنى مغير تعلم ومعرفة إملاء الكلمات التي تسمع بنفس الطريقة التي تنطق بنفس الطريقة تقريبا لكن لها معنى وكتابة مغيرة مثلا هذه الكلمات التي عندنا هنا عندنا السوه ثم السوه ثم السي سي 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 ثم عندنا أن أن ثم عندنا السوه ثم عندنا السوه ثم عندنا السوه قبل أن نستمر مع هدف الفقرات نأخذ كل كلمة ونعرفه من ينتج المصدر ديلا إلا أخذينا مثلا هذه السوه الأولى إذن هذه هي الإشارة إذا تحدثنا عن كمان نتكلم عن محدد الإشارة المقصود كمان نقول نحن أدوك إشارة عموما عندما نتكلم عن كمان نقول محددات الإشارة إذن هذه المحددات سيرف أدزيني أنها تصلح إلى تحديد أو الإشارة إلى مانتخي إن پرسون أنك تدل على شخص أن ننمال أو تدل على حيوان أو إن شوز أو تدل على شيء سيرف أدزيني أو بيان أمانتخي إن پرسون أو بيان مانتخي أن ننمال أو بيان مانتخي إن شوز الأدوات التي نسميها دي ترمينة ديمستراتف أنها تصلح للإشارة إلى الأشخاص أو إلى الحيوان أو إلى الأشياء سوسون ليمو هي الكلمات هاد لدي ترمينة ديمستراتف سوسون ليمو يعني هي الكلمات هي الكلمات المقصود عندما نتكلم عن لدي ترمينة ديمستراتف نتكلم عموما عن سه أو ست أو ست أو سي نتكلم عن سه نقول سقرا نتكلم عن سه والأك 그렇지 السه نقل Acre يأتي أمام كلمة مذكرة غير مبدو أب إنفويل ولكن في حالة الكلام عن كلمة مذكرة مبدو أب إنفويل مثلا أم فهذا الحالة نضيف طي نقول ست أم ست أم ست أمفان في اللولة نقول سو قارسون مثلا قارسون مبدو أب جي في حالة أمفان طفل هذالكلمة مبدو أبي أ إذن هنا سنقول ست أمفان ست أمفان طبعا في حالة أم كما نراحض بأن أش لا تقرأ كما نرى بأن في حالة أم كلمة أم نقول ست أم كأن هذة أش غير موجودة أما في حالة ست بدو الطيئة طبعا هذه تكون أمام الكلمات المؤناتة المفردة طبعا نقول ست في طبعا كل هذالأدوات التي رأينا أنها تأتي في المفرد سواء للتذكير أو للتأنيت ثم عندنا السي ثم عندنا السي هذه السي تأتي للجمع سواء للمذكر أو للمؤنت نقول سي فام نقول سي فام وبين سيزون وبين سيزون هذه النساء أو نقول هؤلاء الرجال سي فام سي فام وبين سيزون إذن طبعا هذالسوه تأتي ضمن هذالأدوات دي الإشارة تتبقى لنا هذالسوه التانية هذالسوه التانية هذالسوه تتجي أمام الفيعل هذالأفعال طبعا نتكلم عن فيعل نتكلم عن فيعل نتكلم عن فيعل نتكلم عن فيعل هذالسوه تأتي أمام الأفعال للدلالة على أن هذالأفعال صدرت من الشخص وتعود عليه أو صدرت من مجموعة أشخاص وتعود عليهم يعني أن الفعل صادرا منهم وإليهم أو صادر من الشخص وإليه فذالحالهวد الأفعال نضيف هذالسوه فهذالسوه تطهر بهذا الشكل عندما يكون الفعل غير مصرفا أو عندما نصرف الفعل مع إيل بدون أس آل بدون أس أو عندما نصرف الفعل مع إيل بأس ثم مع آل بأس يعني نتكلم على الجمع إذن فد الحالة تظهر هاتسه لكن مع بقية الضمائر هاتسه تتغير لكن مع بقية الضمائر أن هاتسه تتغير وتتحول حسب كل ضمير فإذا أخذنا مثلا لذعب سودة باشي إذا أخذنا مثلا لذعب سودة باشي يعني أسرع هذا من حيث المعنى لكن هذا الفعل يقال كما نلاحظ بأنه يسبق بادسه يقال كما نقول بأنه يجعل نفسه يسرع يعني أن الشخص يؤثر على نفسه كما نقول ويجعل نفسه يسرع إذن نتكلم هنا عن لذعب سودة باشي كما نلاحظ بأنه غير مصرف إذن نصبقه بادسه فلنلاحظ صرفه في البرزن نقول إذن هاتسو تقلب إلى ما ثم يعني أنت تسريع يعني أنا أسريع المقصود أنني أجعل نفسي أسريع ثم يعني أنت تسريع المقصود أنك تجعل نفسك تسريع هو يسريع يعني هو يسريع المقصود بالمعنى آخر أنه يجعل نفسه يسريع لاحظونا مع إيل أن السو رجعت أن السو ظهرت إذن كما قلنا مع إيل تظهر هاتسو مع آل أيضا نقول آل سو ديباش هي تسريع المقصود أنها تجعل نفسها تسريع ثم يعني كمان نقول بأن الناس تجعل نفسها تسريع طبعا تظهر مرة أخرى هاتسو ثم مع نو نقول نو نو ديباشان يعني نحن نسريع أننا نجعل أنفسنا نسريع ثم أنتم تسريعون المقصود أنكم تجعل أنفسكم تسريعون ثم هم يجعلون أنفسهم يسريعون نلاحظ هنا بأن هاتسو ظهرت مرة أخرى نفس الشيء إذا قلنا آل سو ديباش يعني هنا يجعلنا أنفسهم يسريعنا إذن هنا طبعا أيضا ستظهر السوه إذن هذه هي المواضيع التي تظهر فيها السوه سواء عندما يكون الفعال غير مصرفا أو مع إيل مع آل أو مع أن في المفرد أو مع إيل أو آل في الجمع أو مع إيل أو آل في الجمع إذن تظهر السوه طبعا هذا مع كل أفعال لتتبتدأ بسه والتي تسمى طبعا كما نقول الأفعال الضامرية يعني أن الفعل يصدر من الفاعل ويعود عليه فعندما نقول مثلا إن germe نحن نف seeing عندما نقول كما نقول كما نقول 삼وا بأنهم يتوافقون المقصود بأنهم يوافقون بعضهم بعضا إذن نتكلم عن اللوفرب سو مت إذن نتكلم عن سو مت ده نتكلم عن الوفرب سو مت ولكن في البصد كما نلاحظ نتكلم هنا عن الوفرب سو مت ده سو مت ده يعني أنه يجعل نفسه متوافقا طبعا عندما نقول يعني أنهم يجعلون أنفسهم كما نقول متوافقين بمعنى آخر أنهم يوافقون بعضهم بعضا يعني أن هذا الاتفاق حاصل بينهم كوحدة يعني كمجموعة ثم ننتقل إلى السي سي طبعا هذه مكونا من كلمتين من السه التي رأينا قبل قليل يعني هذا ثم عندنا أي هذه دي الأطر تنقول جسوي تي إلي يعني هو إذن عندما نقول سي المقصود هذا هو إذن هذه الكلمة مكونا من كلمتين كما نقول عندنا السو التي رأينا قبل قليل والتي يقصد بها هذا إذن نقول سو غارسون مثلا عندما هنا السو يعني هذا ثم عندنا بعدها أي هذا هو ذعب أطر في البرزن نقول جسوي تي إلي إلي إذن نأخذ هذا أي هنا إذن نقول سو أي كما نقول هذا هو هذا هو عندما أقول سي أحمد عندما أقول سي أحمد إذن هذا هو أحمد طبعا في الجمع نقول سو صن إذن كما نلاحظ بأن السو تعود إلى أصلها هذا في الجمع طبعا أطر ماذا نقول في الجمع إذن كما قلنا نقول جسوي تي إلي نصان بوذات إلصان إذن في الجمع نقول صن إذن مع هاتسوه نقول صن يعني إنهم أو كما نقول هادو هم صن مازاله إنهم تلامداتي صن مازاله هاتسوه تعني هذا ثم عندنا أي في الجمع نقول صن إذن طبعا هاتسوه تعود لها أه الخاصة بها هنا لماذا حدفنا هاته لأن أي أيضا نبدو أبي أه إذن حتى لا نقول سوه هدفنا أه الخاصة بسوه ثم وضعنا أبوستخوف كما نعرف لنفرض بأن هاتسوه نريدها في الماضي مثلا نقول ساتي ساتي أنجمعه كما نقول بأنه كان شابا بحريا إذن فلن تذكر هاد الكلمات ثم عندنا السي قبل قليل رأينا السوه المقصود بهذا ثم الست للمؤنت ثم قلنا السي يعني نتكلم عن الجمع نقول هذه سفان سزاله هؤلاء التلاميذ إلى آخره إذن هاتسي بسي إذن هذه تعني هؤلاء أو هذه في الجمع ثم عندنا السي أذك آس ثم عندنا السي بآس هادي شما نقصود بها نتكلم عن أشياء تعود له أو تعود لها إذن فلننظر الكلمات التي توافقها طبعا نقول من پير يعني أبي مامر أمي ثم تنفخير أخاك تسر أختوك سان كوزن ابن عميه سا كوزين ابنتو عميه مثلا ثم نقول نتك ميزان يعني منزلنا منزل واحد يعود لنا نحن مجموعة يعني سيارة واحدة تعود لكم أنتم ثم يعني حديقتهم حديقة واحدة تعود لهم أو تعود لهن طبعا هنا نركز على واحد الشيء أن هذا الشيء هو واحد نتكلم عن شيء واحد لكنه يعود لمجموعة أشخاص لا يهم هنا التذكير والتأميط يعني هل هؤلاء الأشخاص إنات أم دقور لا يهم هنا هنا التأميط أو التذكير إذن نقول نتكلم عن شيء واحد يعود لنا نحن نتكلم شيء واحد يعود لكم أنتم مجموعة أشخاص شيء واحد يعود لهم أو لهم مجموعة أشخاص ننتقل للشق الآخر يتعلق الأمر هنا بمجموعة أشياء تعود لأنا تعود لك أنت تعود لهم تعود لهم إلى أخيره إذن أقول يعني آبائي إذن هنا نتكلم عن مجموعة أشخاص تعود لأنا ثم تفخير يعني إخوانك يعني مجموعة إخوة يعودون لك أو لك أنت وحدك ثم عندنا سيزنكل يعني أعمامه أو أعمامها طبعا واضح بأننا نتكلم عن مجموعة أعمام يعودون له أو يعودون لها وحدها نتكلم عن مجموعة أشياء مجموعة أشخاص تعودوا له أو تعودوا لها في الحالة الأولى تعودوا لي تعودوا لك ثم عندنا نومازن إذن هنا نتكلم عن مجموعة منازل لكنها تعود لنا نحن مجموعة أشخاص نتكلم عن نو ميزان إذن كل شخص مثلا عنده منزل أو أكثر من منزل إذن أقول نو ميزان ولا نقول نطخ ميزان لأن نطخ ميزان تعني منزل واحد يعود لنا نحن مجموعة أشخاص ولكن عندما يقول لكل شخص منزله إذن نقول نو ميزان ثم عندنا يعني سياراتكم المقصود هنا نتكلم عن مجموعة سيارات تعود لكم أنتم مجموعة أشخاص ولا نتكلم عن يعني السيارة واحدة تعود لكم أنتم مجموعة أشخاص ثم عندنا يعني كلابهم ثم عندنا نتكلم عن مجموعة كلاب تعود لمجموعة أشخاص إذن نتكلم عن كل شخص مثلا عنده كلب ولا نتكلم عن إذن هنا نتكلم عن كلب واحد يعود لهم مجموعة أشخاص لاحظ هنا عندنا السي إذن هات السي تأتي ضمن هذا السياق نتكلم عن مجموعة أعمام تعود لشخص واحد إذن فلنعود إلى الصفحة التي عندنا كما نلاحظ عندنا هات السي تعني مجموعة أشياء تعود له أو تعود لها إذن ثم عندنا أم هات أم تعني تعني ضامير يأتي مع إل بدون أس أو أل بدون أس المقصود به مجموعة أشخاص أو الناس مجموعة أشخاص أو الناس نتكلم عن أم هات أم التانية هاتي طبعا الصرف دي الأفوار كما سنرى بعدها الصن هذا الصرف دي الأتر إذن عندنا أم ثم عندنا أم أولو لك ما قلنا بأن ضامير نقول مثلا أون سو كاش أون سو كاش يعني أننا نختبئ أون سو كاش يعني أننا نختبئ مثلا أو أن الناس تختبئ أو مجموعة أشخاص يختبئون هات أون يعني ضامير غير محدد بعينه من غير الضمائر المذكورة ما معنى هذا؟ عندما أقول مثلا جو مارش يعني أنا الذي أمشي عندما أقول مارش يعني أنت الذي تمشي عندما أقول إيه المارش يعني هو يمشي إذا سألتني سأقول لك فلان إذا قلت إيه المارش هي تمشي عندما نقول مثلا نمارشون يعني نحن نمشي إذا سألتني سأقول لك أنا وفلان وفلان نمشي إذا قلت فمارش يعني أنتم تمشون إذن هذا الضامير أكيد أنه يحدد أشخاص بعينهم ثم عندما أقول il marche وبالمرش في الجمع إذن أكيد أنني أتكلم عن مجموعة أشخاص فالغائب بعينهم ربما أشرت لهم سابقا ولا أريد إعادة ذكرية مرة أخرى فأشير لهم بالضامير مثلا فأقول il marche وبالمرش هم يمشون أو هن يمشين ولكن عندما أقول on marche ولكن عندما أقول on marche يعني أن الناس تمشي أو مجموعة أشخاص تمشي عندما نقول مثلا on marche sur des heures عندما نقول مثلا on marche sur des heures هذه عبارة تستعمل عند العامة مثلا إذن عندما نقول on marche sur des heures إذن استعمل هذا on المقصود به هنا بأن الناس تسيروا على البيض ما معنى هذا؟ المقصود بأن الناس تسيروا على البيض مخافة تسيرها وهذه العبارة قال طبعا عندما يحس الناس بالخوف لأنهم غير مرتاحون ويخافون من ظروف أمنية فهم يسيرون ببطئين مخافة تسير البيض المقصود بأنهم يسيرون في حياتهم ويحسبون لكل خطواتين حسابها مخافة أن يقعوا في بعض الأخطاء فتنعكس عليهم أمنيا مثلا إذن نتكلم عن on marche sur des heures نستعمل on للإشارة إلى أن مجموعة أشخاص يقومون بهذا الأمر أنهم يسيرون بهذا الشكل عندما تسأل طبعا من يكونون هؤلاء الأشخاص طبعا لا يمكن تحديدهم لأن الأمر هو محسوس طبعا ولكن لا يمكنك أن تحدد الأشخاص بعينهم لماذا؟ لأن كل ناس تقريبا أو مجموعة منهم أنهم يحسون هاد الظروف إذن نستعمل هاد عندما نقول مثلا on a repair the lamp يعني أننا أصلحنا المصباح عندما نقول أننا أصلحنا المصباح المقصود ممكن أنني أكون أنا ولكن لا أريد أن أشير إلى نفسي فأقول مثلا j'ai repair la lamp أنا لا أريد مثلا أن أشير إلى نفسي فأقول j'ai repair la lamp ما بغيتش أنا نبان ونبان بأنني أنا لإصلحت هاد المصباح فأقول مثلا j'ai repair la lamp يعني أنا أصلحت المصباح فأقول مثلا on a repair la lamp تنخلى شيئا المه مبهاما وكأنني أقول إننا أصلحنا أو كما لو نقول بأنه تم إصلاح هاد la lamp هاد المصباح هي تقال بمعنى أننا أصلحنا المصباح ولكن هي بمعنى آخر كما لو نقول بأن المصباح أصليحة أو تم إصلاحه نستعمل هاد ثم عندنا هاد طبعا هذا c'est la conjugaison des verbes avoir أقول j'ai tu ya il a nous avons vos avez ils ont إذن تنعرف بأن أفواغ تيجي تيفيد الملكية إلا كان مرأة اسم وتيجي كمساعد باش نصرف به أفعال أخرى إذن هاد on ممكن يجي مرأة اسم فأقول مثلا إلزان دي ستيلو يعني هم عندهم أقلان أو أقول مثلا إلزان سورتي لشاز إلزان سورتي لشاز أو أقول مثلا إلزان سورتي لشاز يعني هم أخراجوا الكراسي نقول مثلا إلزان مانجي دي بوم يعني هم أكلوا تفاحات إلزان مانجي دي بوم طبعا كما تلاحظوا بأن هذا الو بارتسيپاس لذي الو بارب مانجي نضع أمامه لأكسيليار أفوار لي هو لذي الو بارب أفوار علش نصنو أكسيليار هنا؟ لأن في الأصل هنا تنصرفو لذي الو بارب مانجي ولي كي يكون عندنا فعل مانجي أو باسي كون بوزي يعني في الماضي ضروري يكون عندنا لو بارتسيپاسي الخاص بفعل مانجي يسبق وفعل أفوار طبعا هنا يسمى أكسيليار طبعا الأكسيليار المقصود به المساعد إذن هنا لو ذي الو بارب أفوار يساعدونا لو ذي الو بارب أفوار يأتي كمساعد يساعدونا في تصريف مجموعة أفعال في الأزمنة المركبة إذن مع إل أفك أس نحصل على أم بأو أنتي إذن مع إل أفك أس أفوار يصبح على شكل أو أنتي نقول إلزان نقول مثلا إلزان منجي دي بان إلزان دي سيلو هم عندهم أقلام طبعا جاء بعده إسم يفيد الملكية أو أنه يأتي بعده فعل وهنا يكون مساعد نقول مثلا إلزان سورتي لشاز إلزان سورتي لشاز إلزان سورتي لشاز يعني هم أخرجوا الكراسي ولكن هنا طبعا هنا سمستعملنا Verb أفوار هم استعملنا говоря قبل في ang come ого في الحاضر يعني في الحاضر مع جاء أقول جاء اذن أقول جاء سورتي لشاز تويا جاء جاء تويا تيأ سورتي لشاز أنت أو أنت ثم إلء إذن إلا صور تلاسيل يعني هو أخرج الكراسي إلا صور تلاسيل أخرج الكراسي يعني أن الناس أخرجوا الكراسي الح foul cigarette الذي تملكنا عنه قول قليل ثم ن Essen� Sorte Les Chaises نحن أخرجنا الكراسي ي GL Se sets the shes انتم أخرجتم الكراسي إلس Zone Sorte Les Chaises هم أخرجوا الكراسي إلس Zone Sorte Les Chaises هن أخرجنا الكراسي اذا نستعمل الحد أول ش أنت سأ Allison هن أخرجنا الكراسي إذن لاحظ به أن الحد و on الحصص بالأحلى أنها تأتي مع إل أفك أس أو أل أفك أس ولكن ما رأيكم لو قلنا إلسان سورتي ما رأيكم لو قلنا إلسان سورتي إذن هاتصيغة موجودة وليس إلسان سورتي كما عندنا هنا هذا أفوار مع إل أفك أس كما قلنا ولكن ماذا لو قلنا إلسان سورتي نقول سان وليس أن المقصود هنا هم خرجوا المقصود هنا أصبح يتعلق بالأشخاص الذين قاموا بالفعل هنا فدلحال أصبح يتعلق بالأشخاص وليس بالكراسي هنا سنقول ثم نقف يعني هم خرجوا لا يمكن أن نقول هم خرجوا الكراسي هم أخرجوا الكراسي نعم هنا سنستعمل ولكن عندما نقول بأنهم خرجوا هنا نستعمل أتر نستعمل لكسيليار أتر نقول أقول يعني أنت خرجت أو أخرجت مثلا هنا عدنا يعني أنت أو أنت خرجت أو خرجت ثم نقف ثم نكمل مع أتر تي ي إي صورتي إيه إي صورتي إذا نستعمل هدأي التي عندنا هنا كامرة إيه 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 ій صورتي يعني هو خرج أو نقول pouvoir إيه إيه relieved היא خرجت نصن سورتي نصن سورتي نحنخرجنا يعني أنتم خرجتم إِلْسَنْ صُرْتِي إِلْسَنْ صُرْتِي يعني هُمْ خَرَجُوا إِلْسَنْ صُرْتِي يعني هُنَّ خَرَجْنَا نستأنف الفقر القادم مع بقية الصفحة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله